أشهد سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه باستمرار الجهود المبدولة من قبل السلطة القضائية وسعيها المتواصل بمتابعة كافة القضايا لا سيما ما يتعلق بقضايا المال العام مشددا سموه على أن الدولة حريصة على صون المال العام وحمايته من المساس به أو الاعتداء عليه وأنها لن تتوانى مطلقا في حالة كل من يتطاول أو يعتدي عليه إلى القضاء وأكد سموه خلال استقبال نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي الجناعي والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي أكد على دعمه الكامل للسلطة القضائية والعمل على تسريع إنجاز القضايا مجددا سموه ثقته المطلقة وثقة الشعب الكويتي بالقضاء النزيه وحلصه على تحقيق العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع ومؤسساته وقد أطلع القضاء سموه يحفظ الله على ما تتطلع له السلطة القضائية من أدوات وسبل متمثلة بمشروع قانون السلطة القضائية الجديد والذي يعينهم على تحقيق رسالتهم في إرساء العدلة